السلام عليكم مرحبا بكم في القناة كانت من تكونوا بخير ولا خير وبصحة جيدة اليوم سأحضر معكم موصفة لوجبة غداء وعشاء بيدو اللحوم غير بالخضرة وهي معجنات كل ما كانت نعودية لها سباكيتي معجنة طويلة سنضرها بالقرعات الخضرة كان الأخوات المعمورة من جربة خضرة في المعجنات ولكن إذا جربتها سأقوم بخضرة خصوص الأخوات المتابعة ونفتها لديها سباكيتي ونفتها 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 لما تجربتها لتحاجة ونفتها لا يعرفون بها ونفتها 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 بإخلاق ونفتها سأخذتها ونفتها ونفتها من الصباحة ونفتها 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 نقوم بإضافة كبيرة للزيت نقوم بإضافة البصلة نقوم بإضافة الزيت نقوم بإضافة القرعة نقوم بإضافة الزيت نقوم بإضافة جيدة نقوم بإضافة بعض الحافية نقوم بإضافة النقطة نقوم بإضافة بالإضافة طبعاً نضيفه ملحة و خرق أفل الناس و خلق الفلفل أحمر نضيفه المعجون نضيفه تقريباً من قبار و نحن نضيفه و نحن نضيفه و نحن نخلطه على هذا الاختراء نضيف الجزر مع القرعته نضيف الكمية للمعدنوس المعدنوس و ملعقة كبيرة للرباق و في هذه الأثناء نضيف الماء يكون ساعة لكي تربح الوقت تسخن لما من قبل و نضيف تقريباً نضيف ميقلات نضيف مكلاة نضيف الماء تنضيف الماء ثم نضيف الماء نضيف المكلاة و نضيف معجنة يجب أن نقصها طويلة نقصها طويلة نقصها طويلة نقصها طويلة نقصها طويلة نقصها نضيفها نظيفها تجمع كل شيء الطريقة للطيب بسيطة كذلك المبتدئات و بعد طيب تحضرها في طبق طبق تخديم كل واحد وبصحة وراحة نتمنى أخواتي هنا الطريقة تجبكم لا تستطيع لايك وشاركة في القناة لا تنسوا لايكات لايك وكذلك فيديو لكي يبان أخوات الأخرى لا تشتركوا معي في القناة وبصحة وراحة في رعاية الله مع وصفة جديدة ان شاء الله اقتصادية وسهلة في التحضير كذلك إلى اللقاء